اشتركوا في القناة التحليل والتخزين حيث ان اجور المختصين عالية جدا وتكلفة الاجهزة المستعملة باهظة حمض الجامل بيتاهيدروكسي هي كلمة صعبة النطق حقا لذلك يسميها العلماء جي ايش بي كاختصار ويبلغ ثمن اللتر الواحد منه ستمائة دولار تنتج هذه المادة طبيعيا في مخ الإنسان وانتجها يساعد على التخفيف من نوبات القلق والاكتئاب ويتم تصنعها ايضا لاغراض طبية لها نفس الهدف لكن هناك ما يستعملها كنوع من المخدرات اضافة الى انها معروفة في اوسط المجرمين لاستعمالها في تنويم الضحايا بهدف اختطافهم او احتجازهم حبر الطابعة الاسود قد تكون هذه معلومة غريبة لكن الحبر الاسود الموجود داخل الطابعة ثمين جدا يبلغ سعر اللتر الواحد منه قرابة سبعمائة دولار امريكي وغلاء سعره عائد لخدعة تجارية فثمن الطابعة يكون في اغلب الاحوال الاقل من كلفته الحقيقية وفرق الربح الذي يكسبه المصنعون يأتي من بيع الحبر لهذا تنصح الشركة المصنعة بشراء الحبر الاصلي الذي يحمل اسمها الزئبق يبلغ سعر اللتر الواحد منه ثمانمائة وخمسين دولارا امريكيا يستخدم الزئبق عادة في تصنيع مصابيح الفلوريسنت كما ان له استخدامات طبية عديدة وهو المعدن الوحيد في العالم الذي يبقى في حالة سائلة في درجة حرارة متوسطة ولكن لماذا هو مكلف جدا السبب في ذلك يعود الى صعوبة عملية التنقيم عليه واستخراجه ومعالجته الأنسولين يبلغ ثمن اللتر الواحد من الأنسولين قرابة الـ 2500 دولار امريكي يتم انتجه في اجسامنا وهو عبارة عن هورمون يفرزه البانكرياس الذي هو المسؤول عن توفير الجلوكوز في الدم وأثناء انتقال الجليكوز في الدم يستعمل الأنسولين كمحفز للعملية يكمن المشكل عند مرضى السكري في عدم قدرة أجسامهم على انتاج ما يكفي من الأنسولين لذلك لا يستطيع الجسم السيطرة على مستويات السكر فيه غلاء الأنسولين عائد لارتفاع تكلفة التصنيع عادة ما يصف الأطباء الأنسولين المستخرج من المواشي ولكن مع تطور العلم تم ابتكار نوع مصنع من الأنسولين أكثر فعالية وأكثر تكلفة من الأنسولين الطبيعي كثرة مرضى السكري تجعل من هذه المادة مادة مرغوبة وبكثرة مما يزيد من ثمنها ويجعلها بعيدة عن منتناول العديد من الناس عبر العالم عطر شانيل قد تصدمون لسماع ثمنه والذي يبلغ 6500 دولار للتر الواحد الكثير من ناس سمع بهذا العطر الفاخر فعلامته التجارية برزت كعلامة فاخرة منذ عام 1920 ففي عالم الشهرة والموضة يدفع الثمن للإسم والصور عوض المنتج الفعلي دم سرطان حدوة الحصان يبلغ ثمنه 20 ألف دولار أمريكي للتر الواحد الدم الأزرق لسرطان حدوة الحصان هو سائل مكلف حقا وذلك عائد لاستعمالته الطبية صيد سرطان حدوة الحصان صعب جدا وذلك عائد إلى قلة ظهوره على سطح الأرض إضافة إلى كثرة صيده سابقا مما جعل كميته تقل عبر العالم وهذا ما يجعل ثمن دمه في زيادة يوما بعد يوم ثنائي إثيل أميد حمض الليسرجيك ويختصر بـ LSD يبلغ ثمن اللتر الواحد 30 ألف دولار أمريكي تقريبا ويعتبر من أكثر السوائل الممنوعة عبر العالم لاستعماله في تصنيع نوعا من المخدرات تستخرج هذه المادة من نفس النبتة التي يصنع منها مشروب الويسكي لتر واحد من مادة الـ LSD كفيلة بتخدير مئات الآلاف من الناس سم ملك الكوبرا يبلغ سعر اللتر الواحد منه 38 ألف دولار أمريكي يعتبر سم ملك الكوبرا أحد أكثر المواد سمية في العالم كما يمكن للسعة واحدة قتلى فيل ضخم يعود غلاء هذا السم إلى استعمالاته الطبية حيث يستعمل لتصنيع واحد من أقوى مسكنات الألم والذي يعتبر أقوى بعشرين مرة من مسكين المورفين سم العقرب هو أغلى مادة سائلة في العالم يبلغ ثمنه مليون دولار أمريكي للتر الواحد لسعة سم العقرب كافلة بإصابة شخص بالغ بالشلل الدائم ويستعمل أيضا في علاج أمراض مثل التهاب المفاصل وصنع مضادات لسموم غلاء الثمن عائد إلى صعوبة استخراجه من العقرب فالاستخراج يكون بصعق العقرب لتحفيز غدد السم لديه وفي أفضل الأحوال ينتج العقرب الواحد 0.5 ميلي جرام من السم ولإنتاج لتر واحد تحتاج إلى ربع مليون عقرب حي هذا ما يجعله غاليا جدا إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟